تقع أسواق دير الزور القديمة عند دقاطع الشارع العام مع شارع الجسر والتي بنيت عام 65 و800 ميلادية في التوسع العمراني شرقي دير العتيق المزال مع مجموعة من المباني كالسرايا وبوابتها العثمانية هذه البقعة الاقتصادية الاجتماعية تضمت ثلاث خانات وتسعة أسواق تنوعت منتجاتها بين غذائية وصناعية وأحد هذه الأسواق هو سوق النجارين أو سوق الخشابين الذي يشغل الزاوية الشمالية الغربية للأسواق ندخل السوق عبر ممر عرضه أربعة أمتال ومسقوف بقبوة مدببة مستمرة يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتال وتتخللها فتحات للإنهارة والتهوية تراوح سماكة القبوة بين 25 إلى 30 سنتيمترا تقطع القبوة أقواص متكررة ذات وظيفة إنشائية وتبرز عن القبوة وتزيد سماكتها عند الجدران الحاملة بنيت أجهات المحلات التجارية على جانبي المحور من حجر النحيط وكل محل سقف بقبوة ترتكز على الجدران وكل الأجزاء مبنية من الحجر الكلسي والطين واكتست بطبقة من الجس عند تقاطع سوق الخشابين مع سوق التجار كانت بوابة السرايا أو البوابة العثمانية المميزة بتفاصيلها المنحوطة من لخام الديري وعبر هذه البوابة تنفتح السرايا على الأسواق وقد تضررت ثم تهدمت كليا جراء الأحلاف الأخيرة في المنطق اشتركوا في القناة تقابل المدخل الغربي للسوق مئذنة الجامع العمري المسجلة على اللائحة الوطنية للتراث السوري والتي تمثل نموذجا لعمارة المئذن في دير الزور وهي تقع على محور بصري واحد مع سوق الخشابين والبوابة العثمانية واليوم أكثر من ستين بالمئة من جسم السوق متهديم كليا وفيما كان ليس ببعيدا عن دير الزور اشتهد بعراقته وأصالته استطاع أن ينهض من جديد من خلال إحياء تراثه الذي اجتمل على المباني التاريخية والأسواق التي شغلتها الحرف التقليدية بجهود سكانه وبدعم محليا ودوليا وفي دير الزور ألا يمكننا استرداد تراثنا باسترداد المكان وأحياء المهن القديمة وحفظها للأجيال اللاحقة وسوق الخشابين كان قد شهد صناعة وبيع الأدوات المنزلية والصناديق وأدوات أخرى مثل المخمر حيث اشتهر السوق أيضا بسوق المخامر نسبة له وهو وعاء خشبي لحفظ العجين والخبز وهناك مدجات أخرى كأدوات الغز وغراضا للأطفال مثل العبارة والدراجة كما تمت أيضا صناعة الأدوات التي تستعمل في البناء والتعمير والأدوات الزلاعية سابقا شكلت الأسواق مع الحرفيين وأدواتهم مدحفا مفتوحا يعرض الموروث الثقافية لدير الزول ووفرت فرصا لعمل شريحة واسعة من سكانها وتوارث مهاراتهم الحرفية من جيل إلى جيل إلى أن انهارت الأسواق وتوقف العمل فيها وساد الظروفا أثرت سلبا على الهوية الثقافية لدير الزول أليس حفاظنا على إرثنا من خلال إحياء هذه الأسواق والمهن التقريدية يسهم في استعادة روح المدينة وبناء مجتمع مستدام فيها؟ أبو شانا كان إيش تقصد في الإشارات وسيبطين؟ ما يشتغلون كل شيء كل شيء يشتغلون ولكن بينهم احتصاص بيت بدون فرد شكو كان احتصاص؟ أنا كان أشوفهم اشتغلون لحد حياتين مجموعة شكرا للمشاهدة